موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحب الأوفياء في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن مآسي المعتقلين في سجون الجزائر منذ عام 1992 أو منذ ثلاثة عقود من الإضطهاد والمعاناة والألم بلا أدنى الشك أنه في حالة اندلاع ثورات شعبية ومواجهتها بالعنف من طرف السلطات أو الأنظمة القائمة دائماً ما يجري الحديث عن قضايا المعتقلين فهناك دول اندلعت فيها صراعات أهلية تحولت القضايا المعتقلين إلى قضايا أسرة وهناك دول أخرى فيها لم تندلع فيها حروب ولكن هناك قبضة أمنية حولت المعتقلين إلى مجرد موقف رأي أو معتقلي رأي بسبب مواقف سياسية تجاه الأنظمة القائمة لن نذهب بعيداً سنتحدث عن الجزائر التي عاشت الويلات في سجونها ما عرفته سجون الجزائر خلال التسعينات غير مسبوق بالمرة هناك مفقودين إلى يومنا هذا أوقفتهم الأجهزة الأمنية واعتقلتهم في سجون تابع للأجهزة الاستخباراتية خارج سلطة القضاء ما حدث في التسعينات وتواصل فيما بعد أيضاً ولكن بوتيرة أقل لا يمكن وصفه إلا أنها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان أنا شخصياً مررت على سجون الجزائر وعشت هذه القضية بحد ذاتها تعرضت للتعذيب وأدانت الأمم المتحدة الجزائر بسبب قضية وليومنا هذا الجزائر فضلت أو الحكومة الجزائرية فضلت أن تدان الدولة على أن يحاكم بعض الأشخاص الذين تورتوا في هذه القضية أو في قضايا كثيرة لا تحصى ولا تؤدي لن نغوص كثيراً في أعماق التاريخ والماضي ففيه الغث والسمين فيه الألم والأمل فيه الأوجاع الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ولكن لنبدأ من الآن حيث أنه في الآونة الأخيرة تعالت أصوات الجزائريين في بما يخص من أطلق عليهم معتقلي الرأي أو معتقلي الحراك الشاب بلا أدنى شك أن هناك معتقلين اعتقلهم معتقلي رأي بلا أدنى شك بسبب منشورات لديها مواقف سياسية من السلطة القائمة المواطن من حقها أن يرفض الانتخابات من حقه أن يدعو إلى مقاطعة الانتخابات من حقه أن يعبر عن رفضه للسلطة القائمة هذه حقوق دستورية ضمنتها القوانين الجزائرية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر ولكن إذا تم استعمال وسائل عنف أو وسائل خارجة عن القانون يتم متابعتهم قاضائيا وفق القانون وليس وفق الأوامر الفوقية وعبر التليفون أو الهاتف الذي يأتي من مخافر الأمن إلى مكاتب القضاء للأسف الشديد ليس بالجديد أن يعذب المسجد فعندما يأتي الواحد الآن يقول لي مثلا رشيد نكاز وهو ناشط سياسي معروف نتفق معه في أمور ونختلف معه في أخرى أنه مريض بالسرطان وأنه يتعرض للإضطهاد سأصدق لست أنا لوحدي بل الكثير من الجزائريين سيصدقون خاصة الذين عرفوا مخافر الأمن وعرفوا السجون من داخله قد يأتي من يقول أنه هذه اللي قالوها عن رشيد نكاز هي مجرد دعاية من طرف محام الدفاع من أجل تأليب الرأي العام ضد السلطة القائمة قد يكون صحيحا لكن لو كانت الدولة دولة مؤسسات وقضاء مستقل وسجون تحترم فيها حقوق الإنسان لن يصدق أحد نعم لن يصدق أحد مثل هذه الدعايات إن كانت دعايات بالفعل ولكن عندما تأتي بسجين مثل رشيد نكاز حقيقة أنا استمعت للفيديوهات التي قبض عليها فيها أي شخص غضوة يرفض يدو ويبيع البلاد ويصوت هذا القانوة الغاز والبترول على بالكم بل حلال من أي جزيرة يقبض القلاش ويقتلكم ونعودها لكم الرادي في الدوار تاعي السبعون يمليه غضوة إن شاء الله غضوة إن شاء الله رادي نهضر هذو الدواب ليراهم في البجن الشعب الوطني ونقول لكم بالدوار القاقزة بلاديات عين امران ولا يتشلف الجزائر أي واحد يريد يدو ويبيع قطرة أمم قطرة الغاز وقطرة تاع البترول شارك أشنابية بالحق أي جزائرية وأي جزائري يقبض لكم القلاش ويقتلكم واحد بالواحد وانا منهم سبعتون يمليه فيها دعوة فيها دعوة مجرم قانون يعني أن تأتي أنت رجل سياسي وتقول أنه من حق الجزائريين أن يحملوا السلاح ويقتلوا من يوافق على قانون المحروقات كلام خطير من المفروض لا يقال من طرف سياسي ومن طرف مناظل يريد دولة ديمقراطية ويريد الحقوق والحريات ويريد الخيار السلمي حقيقة هذه لا يمكن أن تمر مرور الكرام ولكن إذا كان هذا الكلام جرمه القانون هناك نحن لا نبرر الجريمة ولا نبرر الدعوة إلى الجريمة سواء أتت من معارض أو أتت من سلطة ولكن لنفرض جدلا أن التهم التي وجهت إليه تهديد الوحدة الطرابية والدعوة إلى العنف والدعوة إلى إيقاف المساء للانتخابات والتعرض له وما إلى ذلك من هذه التهم وتهديد الوحدة الطرابية كما ذكر بناء على هذه لنفرض جدلا أن هذه التهم صحيح هل من المعقول أنه كما هو معمول به في سجون الجزائر أن السجين مازال قيد التحقيق ينقل إلى سجن بعيد عن الجزائر العاصمة عن المكان الذي هو لديه فيه قضية المعروف أنه السجين لا يحول من مكان سجنه إلا في حالة صدور حكم صدور حكم ولو يكون ابتدائي وبعد ذلك يتم الإسرائيل في يده وبعد يجي موعد المحاكمة يرجعوه إذن تحويل رشيد نكاز بهذه الطريقة من سجن لقاليا إلى سجن لبيل سيدي الشيخ أعتقد بأنها مخالفة لما هو معمول به في السجون أمر ثاني أن هذا التحويل جاء بدون ما يتم إخبار دفاعه حتى الدفاع تبعه تفاجأ الأمر الثالث لنفرض جدلا أنه هناك حالات يتم فيها ترحيل مسجين إذا كانوا في حالة مثلا عقبية بعض يقول هذا الكلام أنا في فطرات قضيتها في سجون جزائر لم يتم تحويل سجين ما زال قيد تحقيق ولم يصطر بحقه أي حكم ابتدائي أبدا حتى إذا ارتكب مخالفات هناك عقوبات معمول بها داخل السجن تتمثل في الزنزانات العزل والزنزانات الفردية وما إلى إذا ما هي الأسباب التي تخلي مديرية السجون تحول رشيد نكاز إلى سجن بعيد وبتلك الطريقة إلا أن هالحقاضية تتعلق بمحاولات انتقامية الدولة لا تنتقل الدولة عندما تتابع شخص بتهم معينة تكون هناك إجراءات سليمة وواضحة وبينة وتحت مرأة دفاع واحترام للحقوق والحريات والكرامة الأدم هذا يجب وأنا أقولها لكم بحكم تجربتي التي عشتها في السجون كل ما تتخيلونه يمكن أن يقع إذا كان الضباط مخابرات كانوا يأتوا للسجون ويقعد سجين حتى يعيتون يقولون لو الطبيب يحتاجك يروح هناك يلقى جلدين يعذبوه ويرجعوه في كوفيرتا إلى سيلونتو إذا كان الأكل سيء جدا وإذا كان الشرب سيء جدا وإذا كان الاكتظاظ يعلم به غير ربي سبحانه قاعة من المفروض 30 سجين تلقى فيها 250 وصلت الناس يحطوهم يكيلوهم بخيط كل واحد عنده حق في كراجة يرقد على جنب باش يعاود يغير الجنب بالأخر لازم له يوقف صاحبه على يمينه وعلى يساره الانهيار الأخلاقي الموجود المتاجرة بالممنوعات بمختلف أنواعها حتى لو كانت قضاء أمور مهلوسة للعقل كل ذلك موجود المتاجرة بالهواتف كل ذلك كان موجود وعيشته بنفسي في سجون الجسد القضية أنو راشيد نكاز الآن أعلنا من طرف محامي كما تشاهدون أعمال تشاهدون بغذي النظر إن كانت القضية صحيحة أو خاطئة لا أستطيع أن أحكم عليها لا أستطيع أن أكذبه ولا أستطيع أن أصدقه فمعركة القضاء والدفاع دائما فيها هذه الأمور أنا أذكر مرة كنت في سجن الحراش كان أحد الإعلاميين المشهورين كان في العيادة محطين وفي زنزانة في العيادة معزز مكرم وأنا أمشيت للعيادة طلقيته هناك دردشت معاه وكان ظروفه تمام التمام رجعت للغرفة وجدت مقال منشور في صحيفة كان يوزعونا الصحف أن السجين الفلاني يعاني من مرض حياته مهددة وراه على فراش الموت وأنا كنت جالس معاه دردش ويضحك البكرة لتقيته مرة ثانية وقلت ما هذا الذي يحدث قالي نوع من الدعاية والضغط على نظام بتفليقة كل المعارك مشروعة في قضايا السجون على فكرة النظام يستعمل كل الوسائل من أجل الإقاع بالمعارضين حتى المعارض من حقه أن يستعمل كل الوسائل من أجل أن يضغط على السلطة ويجبرها على التراجع في ملاحقته وتوجيه الاتهامات خاصة أنه المعروف أن هؤلاء الأغلبيتهم الصاحقة موقفين بسبب أراء وكلام والجهوب وليس بسبب أفعال ما رسوها ولا حملوا السلاح ولا أي شيء من هذا القبيل حتى وإن كان رشيد نكاز حسب الجملة أن من حقهم يحمل السلاح هو أراد التعبير عن مدى رفضه إلى قانون المحروقات وأمد خطورته على الجزائر وإن كان خناته شوية الألفاظ فقط وهو رجل معروف أنه ليس من دعاة عنف ولا أي شيء من هذا القبيل ولا يعني هذا أنني أؤيده في كل ما يقوله أختلف معه وعليه كثير من المؤخذات ليس المجال للحديث عن المؤخذات فالرجل يقبع في السجن لا من المرؤة أن لا نتكلم عن هذه الأمور إلا عندما يكون حر طريق على الأقل من حقه أن يدافع عن نفسه إن أردنا أن نوجه له أي اتهام قلنا أن ما يحدث ليس الجديد أذكر أنه في 9.9.2009 شاركت في برنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة وأثناء الحوار الذي جمعني مع اللواء علام وهو من كبار عجال الأمن في مصر ومعروف بتاريخه في قضايا السجون كان لي هذا المقدع شاهدوه يوجد مثال في الجزائر سجين اسمه مبارك عبد الحميد نزع وذكره جهازه التناسل يا رجل وهو حار السجن لأنه اتهم زورا بالتورط في مجزرة سركاجي كما شاهدتم أنني تحدثت عن قضية سجين اسمه حميد ميبارك أو عبد الحميد ميبارك عبد الحميد ميبارك هذا كان حار السجن في سركاجي لما حدثت تلك العملية اللي سموها عملية محاولة الفرار اتهم بأنه متورط فيها وتم سجنه كان ذلك في خمسة وتسعين هي حدثت في واحدة عشرين واثنين وعشرين في فري خمسة وتسعين حميد ميبارك يسجن منذ ذلك الحين رغم أنه جاء قانون المائوي آم المدني اللي مس مسلحين جاء قانون الذي فيه جزء كبير يتعلق بالمساجين الذين يطلق صراحهم اللي ما من خلال إلا ثلاثة تهم قضية مشاركة في المجازر المعروفة الأمر الثاني أنه تورط في الاغتصال والأمر الثالث أنه تورط في وضع مفجرات في أماكن عمومية إذن تورط في المجازر الاغتصال قضايا المتفجرات في أماكن عمومية حميد ميبارك التهم بأن ذاك بمساعدة على محاولة الفرار تلك ما حدث في سركاجي الناس كل تحدثت عنه وكان هناك بمعرفي وكان هناك حشاني وكان هناك اللي ماتوا يخلف شراتي وغير وغير وكان العيادة موجود هناك قصة كبيرة وكل المعطيات تقول بأنها فبركت من أجل تصفية بعض الرؤوس على كل حال أنني بعد مروري في الجزيرة أنا مريت في تسعة 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 سبتمبر 2009 في ثمانطاعش أكتوبر ثمانطاعش عشر ألفين وتسعة نتفاجأ بجريدة الشروق بالبنط العريض في الصفحة الأولى كما تشاهدون في الصورة على فكرة أن السلطات لا يمكن أن تسمح لصحيفة أن تحاور شخص مثل حميد ميبارك المتهم في قضية مجزارة سركاجي نعم هذه المجزارة التي ارتكبها لأجهزة الأمنية بحق مسجد وليس العكس وبعد ذلك يتهم حميد ميباركي بمشاركة في هذه المجزارة ويحرم حتى من حق من الاستفادة من قوانين المصالحة رغم أنه من حق الاستفادة منه فهو لم يقتل ولم يطلق رصاصة واحدة ولا شارك في اغتصاب ولا وضع قنبلة في أماكن عمومية ولكن أرادوا من خلاله لو يسمعوا له بالخروج قد يخرج للخارج أو شيء من هذا القبيل ويكشف ما حدث في تلك الليلة المشؤومة من فيفري من عام 1995 والتي ذهب ضحيتها عشرات من المساجد الجريدة كتبت الشروق تتسلل إلى السجين حميد ميباركي وتنقل شهادته حول ادعاءات الاتجاه المعاكس الشروق تتسلل الشروق قد تتسلل إلى مقهى الصحيفة أي صحيفة لا أقصد الشروق تحديداً أي شروق صحيفة قد تتسلل إلى مكان أخ لكن أن تتسلل إلى سجن محصن وفيه سجين مثل الحميد ميباركي المتهم في قضية سركاجي أنا لا أعتقد بأن القضية تسلل هذه القضية فقط معروفة بها جريدة الشروق أنها دائماً تحاول الإثارة في العنوي يقول قطع عضو التنسل من الأكاذيب أنور مالك وأنا جاهز للفحص الغريب أنه حتى حميد ميباركي وضع صورته صورته من الجريدة وكان في أنا ذاك في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشلف وضعت الجريدة صورتي وضعين عنوان عضو التنسل سليم وأنور مالك ماكر وانتهازي نقرأ لكم ماذا قال كتبت نفس سجيل حميد ميباركي الذي يقضي عقوبة المؤبد بالمؤسسة العقبية بالشلف وما ورد على لسان الصحفي أنور مالك خلال إستفظافته في برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة والذي خصص لمناقشة مسألة التعذيب في السجون العربية والذي ذكر فيه بأن حميد ميباركي تعرض للتعذيب انتهى ببطر عضوه التناسلية وقد كشف لنا طبيب مؤسسة إعادة التربية بالشلف جهادة طبية للمحبوس ميباركي تثبت سلامة عضوه التناسلية واعتبر حميد ميباركي المتهم الرئيسي في قضية تمرد سركاجي تصريحات أنور مالك حول التعذيب في السجون مجرد تلفيق وفرقاء إعلامية فاشل غرض منها التشكيك في إرادة الجزائر فيما يخص احترام حقوق الإنسان داخل مؤسسات العقبية التي أصبحت واقع على يجي بن كرانه منذ تسعة وتسعين منذ تسعة وتسعين حميد ميباركي سجن في الخمسة وتسعين يعني أربع سنين وأنا الحادثة اللي حكيت عليها حدثت في الخمسة وتسعين مش في التسعة وتسعين اللي أصبحت فيها احترام حقوق الإنسان واقعا بعدين الحديث طويل تناول كثير من الأمور يعني شوف من الصدف العجيبة أن الجريدة تتسلل إلى السجن تلتقي حميد مباركي صدفة في العيادة تسأل المدير وكل ذلك محل الصدفة وتسلل بعيد عن أعين المراقبين ونحن نعلم في السجون أنه إذا دخل أي طرف غريب أو شخص غريب يتم تحديد الأماكن اللي يمشي لها تحديد الأشخاص اللي يطلق معاهم وهذا عملوا به مع مثلا منظمة الصليب الأحمر عندما تأتي من مجموعة الصليب الأحمر أحيانا يجيبوا حراس السجن لبس لهم لابس مساجين ويحطوهم في باحة هكذا أو راكور ويجيوا تع حقوق الإنسان أو تعالى الصليب الأحمر ويتكلموا معهم على أساس أنهم مساجين ويعطوهم صورة جميلة ورائعة عن واقع حقوق الإنسان في السجون كيف جريدا صحفي يروح ويلتقي مع حميد ميباركي محل صدفة وكذا وكذا وإن كانت بعد ذلك وصلت لمعلومات أن هذا التقرير أعد في بنعاكنون من طرف جهاز المخابرات وأرسلوه بتلك الطريقة التي يراد منها فقط تكذيم تلك الفاضحة أن المساجين يصل الأمر إلى بطر عضو التناسولي بسبب التعليم المهم نوصله هنا يقول عضو التناسولي سليم وأنور مالك ماكر وانتهازي استهجن ميباركي حميد المحكوم عليه بالمؤبد بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتواطئ على الهروب يعني أنا حرت في شيء أنه قتل عمدي حميد ميباركي مقتل حتى واحد هل قتله هما الدرك الوطني قتله مساجين وحدث تبادل إطلاق النار ومش نعارف واش وكذا وكذا وأسر حكاية معروفة ولكن حميد ميباركي ما قتل حميد ميباركي التهمي بأنه سهل تمرير سلاح إلى أحد المساجين هكذا وجهت له اتهامات وهو أنا التقيت شخصيا وعشت معه فطرة في سجن الحراس وأكد بأنه ما عنده حتى علاقة الحاجة الوحيدة أن حميد ميباركي معروف أنه حارس سجن طيب ومصلي فأرادوا في ذلك الوقت أنه بشي يضبطوا يحبكوا الرواية لازم لهم كبش في دا يتخلصوا منه على أساس أنه دخل السلاح للمساجين رغم أن الحكاية هذه كلها مفبركة على كل حال المهم أنه تصريحات أنور مستغربا تقضى رقل هذا الموضوع العاري من السياح حيث استغلينا وجود طبيب بالمؤسسة ليؤكد لنا بأن العضو التناسل للسجين في كامل سلامته وتم تسليم شهادة طبية لإدارة المؤسسة باستثناء نزع خصية واحدة وبشأنها قال مبارك الأمر يعود إلى تاريخ 22 فيفري 95 وهو تاريخ تمرد سجن ساركاجيني أين تعرضت بصفة عون إعادة طربية إلى إطلاق النار على مستوى البطن وكادت أن تخرق الرصاص الخصيتين وعلى إثرها أجريت لعملية جراحية في 22 فيفري 95 بمستشفعين النعجة العسكري وأثناء تواجدي بسجن الحراش في 2005 تعرضت إلى الضرب على مستوى إحدى الخصيتين مما تطلب نزع أحدها في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بعدما تضررت بفعل الطلقات النارية وكان ذلك في أوخر 97-900.000 وسألته حميد مبارك على بعض الأسئلة عن أنور مالك وما إلا ذلك هو يقول في 2005 أنه أثناء تواجدي بسجن الحراش في 2005 وأنا كنت موجود في سجن الحراش في 2005 لم نسمع ذلك الوقت أن حميد مباركي تعرض للضرب على الخصي بل أن كل المساجين يعرفوا بأن حميد مباركي تعرض للتعذيب وتعليقه من جهاز التناسل وكذا كذا طريقة تستعمل الأجهزة فيما يخص تعذيب الأشخاص بالرجال بتلك الطريقة أدى إلى بطر عضو التناسل هذا هو المعروف وهو الذي قالني الكلام هذا شخصيا أنا ووصاني في ذلك الوقت أنه عندما أخرج يجب أن أتحدث عن قضيته ومأساتي فأنا التزم حتى لو نفرض جدلا أن حميد مباركي حاورته الجريدة وأوردت ما قاله فأنا متأكد أنه في ظروف غير ظروف طبيعية فلا يعقل أبدا أنه شخص يأتي ويقول هذا الكلام وهو في السجن عندما يخرج حميد مباركي وأتأكد من حرية التامة ويعيد الكلام الذي قالهم هناك في ذلك الوقت شيء آخر إذن إخواني الكرام أنا أعطيت لكم مثال هذا نموذج والنماذج كثيرة هناك مسجين من عام 92 وهم يعانون الأمرين جاء قانون المصالحة وذكرت لكم أنهم من حقهم الناس اللي تم اعتقالهم في 92 لم يشاركوا لا في مجازر ولا قنابل ولا اغتصبون النساء ولا أي شيء من حقهم الاستفادة من قانون المصالح ولكن لأنهم ناس عندهم مواقف سياسية معينة خلوهم في سركاج يكلاهم المرض وهناك من توفي منه نذكر مثلا السجين عبداللي محمد عمره 58 عام سجن عام 92 وعمره أنا ذاك 29 عاما هذا الشخص توفي في السجن بعد معاناته مع المرض وهناك الكثير من من توفه في السجون في ظروف سيئة جدا وإهمال ولا يحصل بل أن الأمر ليس هذا فقط لو نعد ونحصي عدد المساجين الذين توفوا بسبب تعرضهم للتعذيب وقلة العلاج وكذا راهم بالآلاف ولكن لو عدنا إلى الفرحة الأخيرة نذكر أيضا محمد تمالت الصحفي اللي كان مقيم في لندن الذي عذب في السجن ودخلوا ناس مدنيين وضربوه في السجن وبعدين توفي في المستشفى وقضيته أغلقت وطويت لم تأخذ حقها من العدالة لأنه الذين تورطوا في قتله معروفين من أبناء كبار المسؤولين في نظام بوتفليقة على الأقل زال نظام بوتفليقة افتحوا تحقيق في قضية محمد تمال هناك أيضا نذكر في هذا نذكر في هذا السياق علالو حميدة علالو حميدة هذا كان ذراع أيمن مع حسن حطاب مؤسس جماعة السلفية للدعوة والقتال حسن حطاب الآن ينعم بالحرية التامة وهذا الشخص الذي تعرض إلى أبشع أنواع التعذيب ما زال يقبع في السجون رغم أنه لم يشارك في مزاء جازر ولا شارك وضع قنابل في أماكن عمومية ولا اغتصب كان يعمل في إطار الدعاية الإعلامية لحسن حطاب وجماعة هناك الأمير مؤسس التنظيم راه حر طريق وذراع الأيمن ما زال يقبع في السجون نذكر أيضا لحمر عواد لحمر عواد شخص أيضا معاق وهو يقبع في السجن أيضا وهو إطار في سنطراك وهو من جهة الغرب الجزائري وأيضا تعرض إلى ما لا يمكن تصوره من التعذيب نذكر أيضا دحمان عبد المجيد دحمان هذا اللي تهموه بأنه كان ضمن ما سمي أنا ذاك بتفجير الألفية وهذا الشخص أفرج عنه بقوانين المصالحة وبعد ذلك تدخلت الصفارة الأمريكية وتم استعادته مجددا إلى السجن نعم وتم التحقيق معه من طرف ضباط الأف بي آي جاءوا من الولايات المتحدة الأمريكية وحققوا معاه في سجن سركاجي ورفض أن يتكلم مع عبد المجيد دحمان معروف أنه لا يجيب على أي سؤال يتفرج فيهم ويروح ما يجاوبهمش أصلا هو وعادل لزبر وغيره أي كثير من الأمور الآن لما يجي المعتقلين بتهمة الانتماء والتحريض وما إلى ذلك في إطار الحراك الشعبي ويقولوا كل هذه الأمور ستصدق لأنه ما فيش هناك احترام للقوانين ما فيش هناك احترام لآدمية الإنسان في السجون نعم هذه هي الحقيقة لذلك أنا أرى أنه لما يتم التصعيد فيما خص قضايا معتقلي الحراك خاصة أنه هناك تمييز هناك تهم وجهت مثلا إلى فلان لأنه ينتمي إلى منطقة معينة لديها ثقلها ولديها قوتها ولديها شبكاتها يتم الإفراج عليه ولفلفة القضية انتاعه وحكم مخفيف ويروح يروه ولكن واحد ما عنده من يدافع عليه تجده يبقى يقبع في السجن ولا حد يسأل عليه مشكلة في الجزائر هي غياب العدالة مشكلة في الجزائر عندنا قضاء ولكن لا توجد العدالة لا توجد استقلالية القضاء القاضي ليست لديه سلطة أن يتخذ القرارات اللازمة بناء على القضية التي بين يديه هذه هي المشكلة العويصة التي تواجه سجون الجزائر لذلك أن مأساة المساجين خاصة من الذين من 92 ورواح لا يمكن وصفها هناك كارثة بمعنى الكلمة كانوا من المفروض هؤلاء خاصة في الفطرة الممتدة ما بين 92 حتى 95 وهما أكثر من 160 سجين كلهم لديهم آراء تتعلق بالانتمام إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنذاك وهو حزب كان معتمد وهؤلاء الناس لا يجرم القانون ولكن تم توقيفهم منذ ذلك الوقت ما زالوا يقبعون في السجون رغم أنه من حقهم الاستفادة من قانون ميثاق السلم والمصرحة الوطنية اللي اندار في 2005 وذلك كان عراب عبد العزيب تفلق هذه المآسي هناك مآسي اجتماعية يندل الجبين هناك عوائل تشردت ووضع الاجتماعي اللي خلفت تلك القضايا لا يمكن وصفه لذلك إخواني الكرام أن نقول بأنه مآسي معتقلين المعتقلين بسبب أراءهم ووقفهم السياسية في السجون مأسوية بمعنى الكلمة أن تأتي بواحد كاتب بوسط منشور حتى لو يكون ضد مؤسسة العسكرية ما بعد المؤسسة العسكرية دخلت في اللعبة السياسية من حقه أنه ينتقدها لو أن المؤسسة العسكرية بقيت خارج الإطار السياسي مرحلة معينة قد أجزن لها هذا التدخل بطلب من الشارع الجزائري ولكن خلاص من المفروض تدخلت أنهت هذا الأمر تخلي الأمور اللعبة الديمقراطية تمشي ما بين المدنيين الجنرالات يعودون إلى ثكناتهم ويمارس مهامهم الدستورية لكن أنه يبقى يوميا نشوفه في الجنرال شنغريحة في نشرة الثامنة من حقه المواطن أنه يعبر على انتقاده لشنغريحة شنغريحة لو لم يأتي للعبة السياسية وراحوا الناس تكلموا عليه رحوا يولوا ظلموه هعطوني بعض الجنرالات نعرف الكثير من الجنرالات وأسماءهم ما دخلوا في اللعبة السياسية ولا حد يجبدهم ولا حد يعرفهم لأنهم مجاوش ما تكلموا في السياسة لا ظهروا في التلفزيون يخدموا في خدمتهم في وحداتهم وفي إداراتهم وكل واحد يروح لداره ولكن لما تيجي يوميا أنت تظهر مع الرئيس تلقي خطبات توجدها الشعب الجزائري فيها جانب كبير سياسي طبعا ما دم تهدر في السياسة رح يجي الناس تنتقد لذلك أنه يجب يجب أنه خيار الاستمرار في قمع الناس وقمع الحريات ستعود سلبا على الجزائر رغم السنين العشرية كاملة من القمع والتعذيب والقتل خارج أطر القانون إلا أنه في النهاية خرج الشعب الجزائري إلى الشارع لو كان القمع ينهي مطالب الشعوب في التحرك من أجل مطالب حريتها ما رنتهى الأمر من زمان ونحن دائما أو أبدا أؤكد لهم أن الجزائريين وذي قلتها قابل الحركة الشعبة في عدة تلفزيونات أنه من يراهن على أن الشعب الجزائري سيظل صامت رهو غالط في مجزرة مايو 45 قال أحد الجينيرات الفرنسيين أنا ذاك أن الشعب الجزائري سيلتزم الصمت ولن يتحرك قرن على الأقل من 45 الربع وخمسين تسع سنوات اندلعت ثورة التحرير من تراهن على أنه بالقمع والتسلط أنك ستسكت الجزائريين أنت غالط الجزائري ستسكته عندما تحترم كرامته عندما تعطيه حقوقه عندما لا تظلمه الجزائري يتحول إلى وحش كاسر إذا تعرض للظلم لذلك عندما تدي أبناء الجزائريين بسبب صفحات في الفيسبوك وتوجه لهم تهديد الوحدة الترابية وغير 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 هذه التهم وكأنه من يكتب منشوره في الفيسبوك سيضرب الدولة الجزائرية أنتم تستصغرون شأن الجزائر أنتم تستصغرون شأن الجزائر الدولة لما تكون عندها مؤسسات قوية والله الرأي الآخر يزيدها قوة والدول عندما تكون هشة ما تملك مؤسسات وتخضع لأمزجة الأشخاص سواء عسكر أو من أصحاب المال أو أصحاب الإعلام أو أصحاب الجاه والنفوذ في هذه الحالة ستكون مجرد كلمة حتى من ولد صغير عمره ست سنوات قد تهدد عرش هؤلاء لأنهم يرون أنفسهم أنهم يمشون فوق الماء لكن واحد يكون يمشي فوق أرض صلبة في هذه الحالة أعتقد بأنه ما يخاف من كلمة بل الرأي الآخر يستغل وينتفع منه لأنه البلاد من المفروض أن البلاد ورشة من أجل أن يستتسابق بأفكارهم بمشاريعهم أنا نجي مشروع أنت نجي مشروع أنا ننتقد مشروعك أنت تنتقد مشروعي واللي أحسن هو اللي مر واللي يستطيع أن يقنع الجزائريين يمر أنا قنعت اليوم الجزائريين بمشروعي ما درت لهم والو غدوة لك فرصة أن تجيب مشروعك ودي الحاجة ولكن أني نوصل ونمسك ما نزيدش نخلي نخرج من مكان ونهيمن على السلطة وما نخليها حتى الواحد حتى رغم أنه وعودي كاذبة رغم أنني لم أحقق شيئا فهذا هو سيعود بالوبال على الدولة وعلى الشعب لذلك إخواني الكرام بالمختصر المفيد أن مآسي المعتقلين في سجون الجزائر كارثية وأن مشكلة النظام أنه من المفروض كان ينظر بعين الاعتبار إلى هذه القضية ما بعد 22 فيفري 2019 ولكن للأسف بدل أن ينظر إلى هذا الأمر زاد فتح زنازين وسجون لآخرين يعانون تقريبا نفس المعاناة بتهم ثقيلة يراد منها أن لا يمكن أن يخرجوا أبدا تأتي إلى مثلا إلى الناشط رشيد نكازو تتهمه بتهديد الوحدة الترابية والله عجب لو قلت لو قلت مثلا الدعوة إلى العنف أنت تعمله في مواد حتى يدي المؤبد يقضي عمره كله في السجن هذا هو الهدف الهدف هو إبقاءه في السجن وليس الهدف هو إحقاق الحق والعدل أنا أقول هذا الكلام وأنا كل أغلب رشيد نكاز نسبة كبيرة أنا ضدها ولكن لن أكون أبدا ضد حريته وضد حقه في التعبير على الرأيه كمواطن جزائري ولن أكون أبدا ولن أبارك ولن أبارك أبدا سجنه ولا وفاته في السجن ولا أي شيء من هذا القبيل لأنه مثل هذه الأمور تحدث ستظل نقطة سوداء في صورة الجزائر ولن تستفيد منها إلا القوى المتربسة بالبلاد افتحوا المجال لأبناء الجزائر افتحوا المجال للكفاءات الحقيقية لا تحصروا البلاد في سياسة معينة ثبت أنها فاشلة ولم تحقق شيئا بل أنها نهب الثروات البلاد وأساءت للعباد وشفناها وشفنا الكثير منها والله حتى لا أدري كيف يعني أنه مسؤول ينام مرتاح البال وفيه مسجيد يعني أذكر في هذا السيارة أن في أحد الفترات كنت في السجن وكان أحمد ويحيى أنا ذاك وزير العدل واندلعت فترة حرق حرق للمطلات في القاعات وحدثت حالات وفاة واختناق وكذا تعرفوا وش قالهم ويحيى أنا ذاك طلب من مدير أحد السجون التي كنت أتواجد فيها قال لهم عندما يحرقوا المطلع أمنعوا عليهم البريكي والزراميات ما تخلوهم مش يدخلوا ولكن إذا حرقوا مطلع ما تحلوش عليهم خليها تموت قاعة وحدة وسيخاف الآخرون هذا أحمد ويحيى في ذلك الوقت لقلوا أحمد ويحيى رد بالك رح يجي نهار ربما تكون أنت سجيد ربما زاد زاد قلهم اقطعوا لكراسك ولكن ها هو الآن في سجن العبادلة في بشار بشار كان ينزلها بطائرة خاصة بش يشرب لتاي هناك مع أصحابه ويرجع يستعمل طائرة رئاسية بشيروح يتقاهوا هنا ها هو الآن موجود في السجن وشفته في الجنازة في تلك الصورة الذليلة احنا لا نستشف بأي شخص حتى الظالم يحبونه الإنصاف والعدالة ولكن الله يمهل ولا يهم بلا أدن شك إخواني الكرام أن الحديث عن المعتقلين طويل جدا فهناك الكثير وهناك مآسي لا تحصى ولا تعد إننا نقرأ أجراص الخطر عن حياة هؤلاء وعلى كرامتهم وعلى آدميتهم وعلى حقوقهم فهل من مستجد للحديث بقية ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله وبركاته وبركاته